أداء دورة التزييد موضوعنا لهذا اليوم المعلوم لدى كل فني أن الضغط الجديد يقوم مشحون بالزيت الخاص به ولا يحتاج لتغيير الزيت أو تزويده إلا إذا حدثت أعطال تستلزم تغيير زيت الضغط لكن هذا ليس صحيح الصحيح هو التغيير الأول بعد 100 ساعة تشغيل وهذا يكون بعد تركيب الوحدة وهي جديد يتم تشغيلها 100 ساعة ومن ثم يتم تغيير الزيت التغيير الثاني عند دخول رطوبة لدائرة التبريد بسبب تنفيس أو تنسيم كما تلاحظون الفقاعات الموجودة على هذه الزقاية ثلاثة عند تغيير لون الزيت بسبب الحرارة العالية في الضغط ثلاثة عند استخدام زيت غير وكالة كما تلاحظون في هذا الفيديو وبعد كل 12 ألف ساعة تشغيل بصورة مستمرة يتم تغيير الزيت هذا باستمرار حتى نحافظ على الطريقة تغيير الزيت خطوة بخطوة طبعا يتم إغلاق هذا المحبس المحبس الراجع ومحبس أداء ومن ثم يتم إخراج الفريون المتبقي من داخل الزيت طبعا المكان نظيف والعلبة نظيفة سوف نشاهدون في الفيديو الآن هو عبارة عن زيت تم تغييره التغيير الأول طبعا لماذا يتم تغيير الزيت بعد 100 ساعة لأن هذا الزيت يتم عمله لتسليك الكمبريسر وكذلك بعد 100 ساعة عندما يمتص الكمبريسر خبث اللحام والشوائب الموجودة كما تلاحظون عندما تتبقى داخل الدائرة فيتم امتصاصها الزيت إلى داخل الكمبريسر لذلك يتم تغيير الزيت حتى نحافظ على الأجزاء المتحركة داخل هذا الكمبريسر طبعا الزيت هو روح الكمبريسر فيجب المحافظة على هذا الزيت وتغييره كل 12 ألف ساعة كما توصي الشركة مثل شركة بيتزر أو ألف ساعة في الأحمال عالية كما تلاحظون هنا الزيت الذي سيخرج من هذه الوحدة لونه مختلف اختلاف كبير ولزوجته كبيرة كما تلاحظون هذا 4G أو 4-3 وهذا الزيت لا يناسب شركة بيتزر هنا اللون كما تلاحظون أسود وليس أسود وإنما متسق بشكل كبير هذا سبب تنسيم داخل مصنع تلج تم تسرب الماء إلى داخل الكمبريسر والوحدة بها كما تلاحظون تم اخراج الزيت بشكل كامل في هذه الحالة ويجب تنظيف الدائرة بشكل كامل و Sent yad و أول خطوة انقوم فيها إخراج الزيت الأول كما تلاحظون هذا مهم فلتر الزيت هذا فلتر مهم يجب تنظيفه ولكن هل تنظيف كامل كما تلاحظون befitting هذه المادة اللاسقة على هذا الفلتر هي الرطوبة عندما تلاحظ مثل هذه المادة على فلتر الزيت عند فك أي كومبريسر فتأكد أن هناك ما دخل إلى هذه الدائرة أو رطوبة لاحظوا كمية الشوائب لكن بصراحة هذه الشركة شركة بيتزر وحداتها أو الضواقة الخاصة بها يعني جيدة بشكل لا يتوقعه أحد يعني لاحظوا اشتغل الكومبريسر وهذه الرطوبة موجودة داخله ولكن لم يحصل له أي شيء لاحظوا هذه المادة مادة لزجة هذه بسبب الماء الملحي الذي دخل إلى داخل هذا الكومبريسر يجب أن تكون الزيوت في حالة جيدة حتى لا تتسبب في زيادة الاحتكاك العناصر المتحركة بالضغط وسخونتها وتصلبها وأحيانا توصل إلى تكسرها ولتأكد من ذلك يجب أن نتبع الخطوات التالية راجع مستوى الزيت بالزجاجة هذه أول خطوة لاحظوا هذا الزيت لاحظوا هذه الماء عندما تم تعبيته إلى هذا الحوض لاحظوا كيف ظهر الماء داخلها أول خطوة سنقوم بإخراج الزيت بالكامل من الوحدة من داخل الكومبريسر والفيديو السابق تم شرح لكم طريقة إخراج الزيت من داخل فاصل الزيت وهذا من أهم الأشياء في حالة حدوث مثل هذه الأشكالية دخول ملاذاك للوحدة يجب فاصل الزيت وكذلك فلا تر خط الصحب لاحظوا الآن بعد إخراج الزيت بالكامل الآن يتم تنظيفه بفريون 11 أو فريون 141 له نفس الخاصية طبعا يجب استخدام الفريون هذا بحذر أولا يتم تنظيفه تنظيف كامل عن طريق الفريون هذا ومن ثم يتم استخدام النتروجين حتى لا يتفاعل هذا الفريون مع العازل الموجود على ملفات الكومبريسر مما تأدي إلى عطل فيها لاحظوا الآن يتم تزويده بالفريون ومن ثم الضغط على الفتحة حتى يخرج ما تبقى من الزيت السابق والرطوبة والماء الموجود داخل هذا الكومبريسر يتم عمل هذه الحركة عدة مرات ومن ثم يتم تنظيف الفلتر بمنظف خاص يتم استخدامه بخاخات أو كاربيتر السيارات وهو من شركة أبرو هو بخاخ يتطاير سريعا ويتبخر سريعا يجب بعد تنظيف الفلتر التكفيف وحتى لا يدخل أي من هذه المادة إلى داخل الكومبريسر بعد الإكمال من عملية تنظيف الفلتر كما تلاحظوا يتم عمل فاكيوم هذا من أهم الأشياء لا يتم تزويد الزيت بالطريقة الخاطئة وهي السكب إلى داخل الكومبريسر لا يتم عمل شفت للهواء الموجود داخل الوحدة وكما تلاحظون يتم تركيب أحد ليات أو مواصير الخاصة في الساعة التعبئة إلى داخل إلى داخل هذا لاحظوا هذا الزيت بخمسة بوينت اثنين وهذا سنتحدث عنه في فيديو القادم كيف نعرف أنواع الزيت المستخدمة للفريونت طبعا هذا فريونت 22 لاحظوا الآن يتم التزويد وتعبئته عن طريق الشفت عن طريق الباكيوم بعد الإكمال من عملية الباكيوم وشفت الزيت إلى داخل الوحدة كما تلاحظون هذا مفتاح يتم استخدامه لتركيب إبرة فتحة تزويد الزيت هذا مفاتيح مهمة جدا يجب على كل فنين يكون متواجد لديه له عدة أعمال سنتشرحه في فيديو آخر ما يهمنا أنه يجب التوضيح للأصحاب الغرف التبريد وكذلك للفنين أن الزيت هو روح الكومبريسر فيجب تغييره حسب الشركة المصنعة للكومبريسر والتأكد من مستوى الزيت إذا كان منخفضا يجب التأكد أولا هل هو الإنخفاض هروبه للمبخر أو إذا كان مرتفع لاحظوا يجب بعد أكمال تعبئه يجب هذا شيء مهم جدا جدا وهو تشغيل السخان سخان الزيت كما تلاحظون هذا ترمومتر ليزر يتم التأكد الآن من درجة حرارة الزيت لاحظوا واحد وثلاثين درجة مأوية طبعا الدائرة مغلقة والدليل على ذلك أنه 25 راس البستونات هذا للتأكد طبعا كما تلاحظون هنا هذه الوحدات تم تغيير الزيت بالكامل لاحظوا كانوا يتم تغيير 4G S أو 4G C هذا هذا الزيت لا يتم استخدامها لشركة بيتزر شركة بيتزر قامت بشرح هذا الموضوع ودرجة حرارة الزيت يجب أن تكون معرفة دورة أداء دورة التزييد عن طريق واحد راجع مستوى الزيت بزجاجة بيان الخاصة في الضغط وذلك أثناء التشغيل أثناء تشغيل الوحدة يجب أن يكون عند علامة الصانع أو في المنتصب فإذا كان منخفضا فقبل زيادة الزيت راجع إذا تجمع بالمبخر للأسباب التالية واحد الحمل الجزئي وهو نقص في درجة حرارة الحمل أو أن المبخر أسفل الضغط بمسافة كبيرة ولحل هذه المشكلة يجب عمل الارتفاعات مستوى الضغط معنا الخطوة الثالثة وهي درجة حرارة الزيت يجب أن تكون بين الاربعين إلى خمسين درجة مأوية وهذه أهم الأشياء أثناء التشغيل بتأثير درجة حرارة الضغط ترتفع درجة حرارة الزيت وأثناء التشغيل تشغيل حتى يحافظ على درجة حرارة الزيت لأنه عند انخفاض درجة حرارته يعمل على امتصاص وسيط التبريد وهروبه من الضغط أربعة مراجعة لون الزيت فيجب أن يكون أصفر أو بني وإذا مال إلى الأسود لتفحمه بمواد عالقة فيجب تغييره في هذه الحالة وإذا كانت درجة حرارة الزيت مخفضة أثناء التشغيل دل ذلك على وجود سائل وسيط التبريد بالزيت وتوجد فقاعات بالزيت فيجب ضبط التحميص في هذه الحالة وسيتم شرح ضبط التحميص خمسة إذا كانت درجة حرارته منخفضة أثناء التوقف دل ذلك على عدم تشغيل السخان ويجب أن يراجع ويشغل وكثيرا من الفنيين لا يقومون بتشغيل السخان وهذا خطأ ستة راجع رطوبة الزيت فوجود ما يسبب تكون طبقة نحاس على الأجزاء المتحركة يسبب سوء التزييد وعليه يجب تغيير الزيت وتغيير المرشح أو المجفف وقد يلزم تفريغ عميق وهو الباكيوم لإزالة الرطوبة من الوحدة سادسا راجع وجود فقاعات بالزيت فيجب أن لا تكون هناك فقاعات وإن وجدت دل ذلك على تدفق وسيط التبريد إلى الضغط بشكل سائل ويجب في هذه الحالة ضبط التحميص وهي زيادة التحميص سابعا وإذا كان مرتفعا فقبل خفضه يجب التأكد من عدم وجود سائل وسيط التبريد يعني يقصد في هذا عندما يكون الزيت مرتفع في الزجاجة لا تقم بتنقيص الزيت مباشرة بل قم بإيقاف الدائرة وقم بتشغيل السخان الخاص فيها إذا كان لا يعمل قم بتشغيله ومن ثم قم بتخفيض ضغط الفريوم من داخل الكمبريسر والتأكد إذا لاحظت في زيادة فقم بتنقيصه بحتى يصل إلى المطلوب لا توجد أي ملاحظات اعملها في تعليق أسفل هذا الفيديو الآن هذا الفيديو القادم إن شاء الله وهو فك وصيانة فلاتر خط السحب وهو خط الراجع لاحظوا هناك كانت أوساخ كبيرة جدا كما تلاحظون هنا في هذه الصورة سيتم شرحوا طريقة التصفية وماذا يسبب هذا العط في الدائرة إن شاء الله ينال عقابكم هذا الفيديو لكن لا تنسوا دعمنا ودعم القناة بمشاركة الفيديو حتى نستمر حتى نستمر وهذه الوصية الأخيرة لكم شاركوا الفيديو في كل مكان والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا